اللي حاصل دلوقتي عكس كل التوقعات ويمكن اخر ما حدث وهو كان عكس طبعا كل التوقعات وعلى ما اعتقد انه ما كانش متوقع وهو فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج بجائزة نوبل 20-24 على ما اعتقد انه ده ما كانش متوقع طبعا وخصوصا لاني سنها صغير واعمالها المعروفة مش كتير وخص بنوبل كتير في السن الصغير فائزين يعني في تاريخ نوبل مفيش السن الصغير اللي فاجئ حضرتك السن الصغير ولا ان هي كاتبة اسيوية انا عن نفسي متفديقتش اصلا لان انا كنت كاتب عنها انا من القلة في النقاط العربي اللي كتبت عنها اصلا اه وكتبت عن امياز رواية ليها ومن زمان من 6 سنين تقريبا في 2018 وايه اللي لفت انتباه حضرتك عشان تكتب عنها لا هي رواية مختلفة يعني طبعا بيترجم للغة العربية كان مضخم جدا من الروايات لكن رواياتها النباتية دي كانت عمل متفرد او عمل يعني فارق الحقيقة يعني من يقرؤون بعمق وبضقة يدركون ان هذه رواية فارقة الحقيقة يعني انا مثلا عجبني فيها التجريب الشجاعة التجريبية عجبني فيها عدد من السمات والمزايا الادبية المختلفة مثلا علاقتها بالطبيعة والكينات الاخرى انحيازها للمعاناة والقلم الانساني بشكل عام الحقيقة انا كمان مش بس كتبت عن هان كانج لكن كتبت عن عدد كبير تاني من روايين رواية نوبل في الفترة الاخيرة يعني اي اه يعني بداية من كازو تشيجورو مثلا البريطاني من اصول يابانية بيتر هاندكا قولجا كواترشوك البلديكية تقريبا كذا حد الحقيقة برضو العام الماضي كان في الكاتب الهنجاري الهنجاري او المجاري فوسا برضو كان كاتب عظيم وكتبت عنه مقالتين يعني عدد كبير الحقيقة من الروائيين حتى في الشعر كتبت عن عدد من الروائيين اه من ادباء نوبل الفكرة ان احنا لابد ان نرى معايير نوبل من داخلها نوبل في الفترة الاخيرة اتصور انها يعني تبحث عن الاختلاف الاختلاف اه اه